الموعد القصدي المسائي من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف خلال تعاملات الجمعة لكنها تتاجه نحو تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية منذ أوائل أفريل وذلك بعدما أشرت روسيا إلى أنها قد تمدد تخفيضات في أصادرات وارتفعت العقود الأجلة لخام برانت الأكثر نشاطا تسليم شهر نوفمبر عند 87 دولار للبرميل وكذلك ارتفعت عقود الخام الأمريكي تسليم شهر أكتوبر عند 83 دولار فاصلة 78 سنة للبرميل أبلغ أليكساندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسية الخميس رئيس فلاديمير بوتين بأن موسكو اتفقت مع شركائها في أوبك بلس على تقليص تصدير النفط وأنها ستعلن المعالم الرئيسي الجديد للاتفاق الأسبوع المقبل أضاف نوفاك أن روسيا ستعلن عن المعالم الرئيسي للاتفاق الأسبوع المقبل بما يخدم أوبك بلس رفعت الحكومة الباكستانية أسعار البنزين والديزل لتصبح المؤشرات السعرية للمشتقات النفطية الأعلى في تاريخ باكستان لكنها فضلت حاليا عدم رفع الدعم عن فواتير الكهرباء عملا بمطالب صندوق النقد الدولي وأفدت وزارة المالية الباكستانية في بيان صادر عنها في وقت متأخر من عشية الخميس عن زيادة سعر لتر البنزين 14 روبية بينما ارتفع سعر الديزل بـ 18 روبية وبدأت تنفيذ الأسعار الجديدة منذ منتصف ليلة الخميس إلى الجمعة وبذلك أصبح سعر اللتر الواحد من البنزين 305 روبية والديزل بـ 311 روبية قال الأمن العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيراز الخميس أنه أرسل إلى وزير الخارجية الروسي سيغي لافروف مجموعة من المقترحات المتماسكة حسبه بهدف أحياء اتفاق يسمح بتصدير تصدير آمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود قال فتا جوتيراز في تصريح صحفي إلى أن الاقتراح أممي أخذ بعين الاعتبار طلبات روسية مشددا على ضرورة أن يكون الاتفاق مستقرا وليواجه أزمة أو تعليقا خسرت عقود القمح في مجلس شيكاغو لتجارة خمسة سنتات لتصل إلى 6.02 دولار لكل واحد بوشل بعد انخفاضها إلى 5.93 دولارات فاصلة 93 سنتا للبوشل في أدنى مستوى لها منذ الفاتح جوان الماضي وخسرت عقود فولي الصويا في مجلس شيكاغو دائما لتجارة 18 سنتا إلى 13 دولارا فاصلة 68 سنتا للبوشل ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة خلال شهر أوت المنصرم بـ 3.8% متجاوزا التوقعات ليبلغ أعلى مستوى في أكثر من عام يأتي ذلك على الرغم من الزيادة عدد الوظائف غير الزراعية خلال الشهر بـ 187 ألف وظيفة بما يتجاوز التوقعات أيضا وكانت التوقعات تشير إلى بقاء المعدل عند 3.5% وأن تكون الزيادة في عدد الوظائف بمقدار 170 ألفا وتشير بيانة التقرير إلى أن تباطئ الطلب على العمالة في الولايات المتحدة قد يؤدي إلى ضعف أكثر في الدخل وبالتالي تراجع الإنفاق في المستقبل القريب ختام الموعد الاقتصادي المسائي يمكنكم متابعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة إلى اللقاء